اسكندرية أهلاً يا أندرو أهلاً وصالح أهلاً بك تفضل أنا دلوقتي نعم مع حضرتك سامعينك يا أندرو تفضل أنا الأول بس بحب أشكر الناس الموجودة والضيوف كلهم الله يخليك يفضل أنا عندي مشكلة دلوقتي نعم تفضل سامعيك تمام أنا بس عندي مشكلة أن أنا متجوز بقالي 3 سنين دلوقتي ومرأة اكتشفت أنها بتحب واحدة صحبتها والموضوع ده أعمل لي مشكلة كبيرة جداً في حياتي فأنا مش عارف يعني أعمل إيه الصراحة يعني بتحبها زيادة يعني؟ أو أنا كنت بحبها بس بعد معرفت الموضوع ده لأ هي بتحب صحبتها زيادة يعني؟ يعني أنت عايز توصلنا رسالة صح؟ يعني بيمارسوا علاقة جنسية يا أندرو؟ أوه طيب تمام حاضر أنا كنت عايز أعرف بقى إيه يعني إيه الحل في الموضوع ده حاضر هقولك وركز معايا بقى شكراً يا أندرو تابع معنا الأول يعني معلش يا المكالمات بتودين لحياتة بسي ما قلت لحضرتك لازم نفتح أكتر من يعني نعمل أكتر من حلقة في الموضوع ده حاضر إن شاء الله أولاً ليه البنات بيميلوا إلى الصحاق أو بيميلوا إلى حالة اللسبيان جزء كبير منها إنه شايفة أب بيتخانق مع الأم وبيهنها بيهن أدميتها برضو الأب بيشتمها برضو الراجل أه طبعاً طبعاً هو ما هو الأساس في كل حاجة الأم هي الأرض على فكرة أنا بقول للمشاهديني أنا كنت بدأ الحلقة وأنا بلقي اللوم على الأم يعني أنا كنت بدأ الحلقة متخيلة إن إحنا كأمهات المسؤولين دلوقتي أنا شايفة إن إحنا مش إحنا الإخاذ في القصة دي الأرض بتدينا الخير وزي ما إحنا بنحط في الأرض بتطلع لنا الأب هو المشكلة أيوان فأحياناً الولاد بتبقى ركزوا معي الأول قصوة أب على أم وإهانة يعمل للبنت جنسية مثلية على الأم وشايفة ما بتتهن قدامها فتبدأ تخاف من رجالة طبعاً اتنين خد المشكلة التانية دي أتوية الأخطر وبقت منتشرة جداً وما تستغربوش تحرش الآباء ببناتهم أيوة تحرش الآباء جنسياً ببناتهم وفيه آباء وبنات دلوقت قاعدة سمعيني وبتتمنى أن أبوها يموت وفيه بنات بتجيلي العيادة تقول أنا مش هتسراحل لما أموته أو موت نفسي من اللي عمله فيه وأنا صغير لهذا الحد من الآباء عندهم مش كثير في بعض الآباء عندهم الرغبة في جنس المحارم كل الحالات ديت تكره صورة الأب اللي هو صورة الأب بمعنى صورة إيه الرجل صورة إيه الرجل هي شافة الأب الشرس اللي كان بيبهدل أمها هي شافة الأب اللي ممكن يتحرش بيها اللي هو المفروض بيقى مصدر أمان بالنسبة لها ما عادش مصدر أمان فأصبح صورة الراجل بالنسبة لها هي صورة سيئة وقعة تمام يبقى البديل إيه البديل العلاقة المثلية أنه بنت مع بنت طبعا أحيانا المجتمع بيشجع ده ظروف المجتمع بتشجع ده لأنه لو واحدة رحت لصحبتها وقفلوا عليهم الباب معلش ده بنات برحتهم فالمجتمع أحيانا بيشجع ده مع أنه إحنا يعني زمان كان الأهل دايما بيقولوا ما تقفلونش الباب عليكم مثلا يعني دلوقتي بتقفل البواب كتير بتقفل البواب والمجتمع بيشجع حالات الجنسية المثلية عند البنات طيب إذا كانت البنت اتربط على أنها تبقى مثلية وتميل الزكور طيب وأنظروا لبس وتجوز نقول إيه بقى نقول ليه أنظروا واحد خد بالك أي نوع من المعاملة الشرسة مع الست ديت أنت بتعامج جواها الصحاق أو اللسبيل اتنين المعاملة الجنسية أنظروا لازم تكون بهدوء وليس بعنف رغم أن فيه استات كترة تحب الممارسة العنفة في الجنس ده موضوع تاني إنما الممارسة الجنسية لازم الست ديت بتحب الممارسة الجنسية الهادية الرومانسية لأنها خيفة أصلا من الرجالة ثلاثة أحيانا البنات أو حالات اللسبيل والصحاق بتحصل لأنه في حقيقة ما يعرفهاش معظم الرجالة وهو أنه المرأة العلاقة الجنسية عند المرأة مرضية في حالة الانتر كورس أو الادخال ده أنت كده لا تمتع في المرأة أكثر من 25% من جسمها ليه لأنه الخلايا الجنسية في جسم المرأة متوزعة جسمه كله غير الراجل توزيع شكل الخلايا الجنسية عند المرأة غير الراجل الراجل متوزعة فيه مناطق معينة الأعضاء التناثلية هي معظمها إنما المرأة متوزعة الخلايا الجنسية في الجسم كله ده معناها سأنظروا إنك لو أرضيت لو عايز تنام مع امرأتك نام مع كل جسمها عارف احنا قلنا اتفقنا انها حلقة فوق 18 ده كده فوق 27 مش عارف احنا هنكتب plus 18 بس انا شايفة احنا اتفقنا على كده المهم مجتمعنا يتصلح يعني حضرتك احنا احنا يا دكتورة قدام مش هدف شوق اعلامي خالص يا فندم ما فيش شوق اعلامي المشاكل الجنسية يا فندم مشاكل ما عادش يستهان بيها وبقت خاطرة جدا ده انا لو عادنا نتكلم بس في المشكلات الجنسية الموجودة في المجتمع المصري الناس هتقول معقولة في حاجات كده في الدنيا افي وموجودة وبكثرة يعني عندنا مشكلة ديات عايزة لها ثلاث حلقات مرض اسمه الدياسة وبقى منشوق منتشر جدا طيب قبل ما اخد المكالمة الجاية عايزة السؤال تاني عشان خاطر اندرو نسبة نجاح اندرو في انه يسترجع زوجته ويبقى وتوقف عندما حط المقاومة نسبة عالية جدا لانه البنت او المرأة انما الرجل يتوقف البنت سهل ترجع ترجع انما الرجل يتوقف معانا مكالمة مين معانا؟ معانا سعاد من السويس اهلا يا سعاد فضلي اهلا بحضرتك اهلا بك يا فضلي